أحياكم الله من جديد الجانب الاستهلاكي حضر بشكل بالز خلال الفترة الأخيرة لكن الشيء الأبرز تمثل في استعداد استباقي شفناه من الأجهزة ذات العلاقة بالمستهلكين سواء كان بإبراز المعلومات الإرشادات رصد المخالفات وشياء كثيرة لا يمكن حصرها في مثلي هذه الجلسة عشان كده خلوني أرحب بالمهتم بتوعية وحماية المستهلك الأستاذ فهد ألبقومي مساك الله بالخير استاذ فهد يا مرحبا مساك الله بالنور وسعيد بانضمام معك للحلقة هذه والله يتمنى أنك تكون معنا على هذه الطاولة لكن من إطار المسؤولية الاجتماعية والمسؤولية كذلك العامة سضفناك من منزلك يا سيد فهد أتشرف يا حبيبي وبإذن الله نلتقي على خير بعد ما تهدي الأزوان إن شاء الله طيب قبل أن أبدأ معك أشوف هذا الفيديو وبعدها أطرح عليك أسئلتنا أورونا الفيديو قبلت الطلب الآن العميلة يجيب الأغراض من السيدلية بسم الله يعني بس أنت أجلس في بيتكم وأطلب اللي تبي سواء من سوبر ماركت سواء من مطعم سواء من صيدليات حاجاتك اليومية طبعا الآن التطبيقات وفر خدمة الدفع الإلكتروني تشجع العملة على الدفع الإلكتروني بحيث أن نقل ونحد من التعامل بالأوراق النقدية بحكم أنها قد تكون ناقلة للفيروسات طبعا كل طلب نحاول قدر أن كان كل طلب يكون له قفاز مستقل بحيث أول ما خلص من الطلب ترمي القفاز في الزبالة تكرم ويكون هناك قفاز ثاني لطلب آخر عندي قفازات كثيرة أنا طبعا هذا الفيديو من نهاية الاتصالات وتقنية المعلومات عن طلبات التوصيل والإجراءات المستحدثة عطفا على أزمة كورونا أستاذ فهد كيف تشوف الحالة الاستهلاكية خلال هذه الفترة في المجتمع السعودي في البداية أحب أوجه الشكر لكل القطاعات الحكومية دون استثناء قاموا بجهود كبيرة جدا خلال هذه الفترة رغم الوقت الضيق والظروف الصعبة إلا أنهم إلى الآن عشرة من عشرة سواء بغيت وزارة التجارة الاستثمار وزارة الاتصالات هيئة الاتصالات جميع الجهات بدون استثناء يقومون بأدوار جبارة جدا وهذا اللي احنا لاحظناه سواء في وسائل التواصل الاجتماعي رسائل توعوية تواجد في الأسواق رسائل تطمينية أشياء كثيرة جدا قاموا فيها لا يمكن حصرها فأحب أن يوجه لهم الشكر من خلال من بركم أما بالنسبة للسلوك الاستهلاكي الشيء الجميل في الأزمة من كثير من الأسر بدأت تعيد ترتيب أوراقها من ناحية الاستهلاك كثير من الأمور السابقة اللي كانت تفعل بدون قصد أو حتى كطبيعة حياتهم اليومية بدأوا يعدون نظر فيها فتغير زي إيش؟ كثير زي إيش يا فهل؟ أنا كثير من الناس يتواصلوا معي أنا وضعت تغريدة قبل فترة أسأل وش اللي يتغير كثير من الناس لاحظوا أنه موفروا نسب كبيرة جدا من رواتبهم ودخلهم نتيجة لقلة الخروج للمطاعم لقلة الذهاب للكافهات وغيره لدينا استهلاك عالي جدا من كثير من السعوديين في الخروج خارج المنزل وصرف كثير من أموالهم على أشياء قد لا تكون أساسية وما لها قيمة الآن بدأوا يعيدون النظر فيها وكتشفوا أن جزء كبير من مبالغهم تذهب على هذه الأشياء جميل هذا دلالة على أن حالة الوعي الاستهلاكي ارتفعت مع الأزمة صحيح ارتفعت جدا لأن كثير من الأسر في بيوتها تأكل تشرب أعرف الفرق بين أنك تصرف مبالغ على المطاعم وغيره بينما تبقى في المنزل فأكيد بيكون فيها تأثير